خروج من الباب الأصغر في التاريخ ولكنه اختار الاستفاف وراء الانقلابيين انقلابي جان في 92 وتسعمائة والف لم يعرف عن الرجل مواقف راديكالية تذكر بقدر ما عرف عنه انهزاميته وخدمته لجندات الاستبداد لقد كان رجول النظام في كل مراحله وخادمه الوفي ترأس حزب التجمع الديمقراطية الحزب الذي أسس تحت طلب بعد استعصاء جبهة المرحوم مهري ليواصل مسيرته بعد ذلك في التغطية على التزوير في كل الاستحقاقات الانتخابية شارك بن صالح في مؤامرة النظام والالتفاف على الحرك الشعبي السلمي الذي اندلعت شرارته الأولى في فيفري 19 والفين وذلك بعد أن تولى الرئاسة نيابة عن المخلوع بوتفلقة كما تجاوز بن صالح المدة الدستورية والمقدرات بتسعين يوما إلى ثمانية أشهر كما شارك في مسرحية الاعتاد للانتخابات المفبركة التي أوصلت عبد المجيد تابون إلى منصب رئيس الجمهورية انتهى دور بن صالح ليخرج نهائيا من الحياة السياسية بشكل مذل وسيبقى في ذاكرة شعب الجزائري رجل النظام الذي تأمر مع قيادة الأركان من أجل قبل الثورة الشعبية وسجن المئات الذين رفعوا أصواتهم عاليا ضد الظلم والطغيان موسيقى